في الفيديو اللي قدامكم ده هتقول سبحان الله وبس يا جدعان شايفيني البقرة اللي قدامكم دي هي دي يا جماعة البقرة وهي بتولد عايزك بقى في الكومنتات تقول سبحان الله لان ما فيش طريقة لطريقة الولادة غير الطريقة اللي قدامكم دي دي الطريقة الطبيعية والعادية نما مثلاً في عندنا هنا مثلاً في مصر وعند الفلاحين بيولدهم بيشدوها كده بتنزل واحدة واحدة معاهم نما بقى البقر اللي برا مصره كده بتولد بالطريقة ديت لوحديها مفيش حد بيولدها بتولد لوحديها انما بقى الشاب اللي قدامكم ده حاب يخترع ألم رصاص مع نفسه علشان يوصل لحاجة في دماغه جاب حتة عصية جماعة وقطعها مسلس زي ما انتوا شايفين كده وجاب حاجة مسلسة ويدخلها جوا استن زي ما انتوا شايفين كده لحد ما عمل ألم رصاص طبعا حطت أمير جوا الفتحات اللي هو عاملها دي علشان تلزق زي ما انتوا شايفين كده وكمان في حاجة هتفيدك جدا جدا لو البلاستك اللي في الجاكت اتقصرت او اتقطعت او جرالها حاجة بحتة شلموس غيرها تسلحها بحتة أمير يعني بصوا كل حاجة هنا هتلاقوها طبعا كلنا بنروح مشوارنا الصبح وبنروح مدرساتنا وبنجي من مدرساتنا وبنروح كليتنا وبنجي من كليتنا لازم يا جماعة تحملوا التطبيق المشي اللي بيكسبك فلوس من المشي ولو انت مثلا بتروح نادي وتجري كتير وتمشي كتير مع صحابك وبتمشي هنا وهنا البرنامج ده بمجرد ان انت تحمله على موبايلك وبتمشي بيجيب لك فلوس حرفيا في واحد صاحبي صاحب منه الفين جنيه في تلات ايام بس الشاب ده بيلعب كرة كتير وبيجري حاجة جامدة جدا هسيبهلكو في اول كومنت مسبت المكينة اللي قدامكم دي اخواتي بتحط فيها البيضة زي ما انت شايف كده وتشد الحبل رايح جاي رايح جاي رايح جاي وبعد كده بتروح تسلق البيضة دي وبتبقى بالشكل اللي قدامك دي بياض على صفار ما اتعرفش ولا دي بياض ولا دي صفار بس هي الحرفية اللي انا جربتها بتبقى جامدة جدا وطعمها جامد جدا ونفس الكلام المكينة دي بتحط فيها برتقان وتحط فيها خخ وتحط فيها تفاح وتحط فيها كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده والمكينة دي التفاح والخخ والحاجة دي بتنزل تحت وتطلق لك القشر على جنب وتطلق لك طبعا العصير على جنب المكينة دي جامدة جدا وناس كتير هتستغرمها الفترة اللي جاي حرفيا انا عارف انا بقولك ايه وبيطلع عصير في الاخر جامد جدا وبتشربه بمية مية لو عايزين تعرفوها خش في الكومنتات الراجل اللي قدامكم ده جاب يد الهون وحطاها في شوية رملة وبعد كده جاب كريك وغرزه طبعا في الرملة ده جردل وبعد كده جاب الالمونيا بتاعت اللي هو مسياحة وبعد كده كب فين في الرملة اللي هو عاملها انتو عارفين الراجل ده عمل ايه الراجل اللي قدامكم ده عمل مصطرين كبير جدا دلوقتي هتلاحظ زي ما انتو شايفين كده والمصطرين شكله جامد اي حد يعرف يعملها بس لو يعرف يسيح الالمونيا بس